السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله عليكم اخواني واخواتي متابعي انا تربية الغنم في شمر اسباني ابو علي حياكم الله اينما كنتم تحياتي لكم جميعا واشكركم جزيلة شكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم بارك الله في الجميع تبارك الله ما شاء الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذه رأى الغنم الضارة الاخوار اني عزلتها كاملين ان شاء الله عزلتها على الخاوية باش ما تبقاش مع اهلي هلنا بخاوية تبقى تمشى بزعف والضارة ما خاصهاش تمشى بزعف خاصة تكون مرتاحة باش مني تولد ان شاء الله تولد في صحة جيدة وكذا لكم مثال يكونوا الخرفان كبار ان شاء الله ويكونوا مزياني وان شاء الله بحول الله نخلي لكم الفيديو ديال الاخ ديالي ابو رزان غادي اشترح لكم ان شاء الله بحول الله على حسب الدراسة ان شاء الله وعلى حسب هذا الديبلوم اللي اخذيت في المدرسة الفلاحية ديال الاسبانيا ان شاء الله وباش تفهموا قعد تفاصيل ان شاء الله بحول الله وتحية الاخ ديالي لذير مجود كبير باش قد هذاك الفيديو وتحية لي كبيرة وتحية لكم جميعنا الاخوان وشكرا لكم بزعف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لجميع مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معي مرة اخرى في هذا اللقاء الجديد نتمنى تكونوا بألف خير ما غادش نطول عليكم بزعف هذا الفيديو هو عبارة عن فيديو قصير اللي غاد يكون عبارة عن فرح اللي بغينا نقاسمها مع العائلة ديالنا الكبيرة ديال هاد القناة ديال ابرزان الناس اللي كتبعون تحية لكم كبيرة اينما كنتم على الدعم ديالكم المتواصل بغينا نتقاسمها معكم هاد الفرح هادي اللي حطينا قويلة في المنتدى ديال الاخ ديالي بزعف ديال اخوان والاخوات خلتنا بعد تعليق ديال بغيت تعرفه بالضبط اشنو يعني الشهادة ولا شنو اللي نجح فيه وهدا الى اخره فقررت ندير لكم هاد الفيديو باش نعرفكم شوية لي لان هاد النهار كنا كانت ناو بفارغ الصبر بفارغ الصبر الاخ ديالي من بين واحد وثلاثين شاب هنا في هاد العمالة ديالنا بره اخ ديالي هو انا فخور بواحد درجة لي ما كانت تصور شو فرحان واحد يعني ما نقدرش نوصف لكم الفرحان اللي فرحان ليه ما نكذبش عليك نتمنى من الله تبارك وتعالى يعني اي شاب عنده طموح بغي يوصل لشي حاجة يعني ربي فرحو بها من بين واحد وثلاثين شاب عشرة منهم نساء في هاد العمالة ديالنا في هاد الولاية المشارع اللي بغين يديروا هاد الناس هادو اللي غد نحضر لكم عليهم بالتفاصيل ضروري كان خصم يدوزوا من هاد المعهد ضروري خصم كانوا يديروا واحد تدريب مهني واحد تكوين مهني في هاد المعهد هذا وإلا ما غد تكونش عندك ما يسمى بهاد شهادة ديال الكفاءة المهنية هاد الشهادة اللي حصل عليها الاخ ديالي وغادي كما قلت نقول لكم بالتفاصيل يعني شنو آآ الطوامين اللي غادي يدير له هو ولا ولا ثلاثين ديال الاشخاص اللي كانوا معه ايه قبل ما ندخل معكم فضل من القيطات الاخ ديالي يضربوا حتى مالة اللي هي طويلة كبيرة وكبيرة بزاف من اللي جاء من الاسبانية هو خدام عند الناس والإنسان الإرادة والعزيمة نقول لك أنا باش نبقى خدام عند الناس غادي ندير المستحيل وغادي ندير شي حالة ديالي غادي ندير شي حالة ديالي قبل ما ندوز كما قلت باش نفسر لكم بالضبط أشن هي المشاريع اللي داره قاعد ديالي اللي كانوا معاه دياله هو كان بغي نوجه حتى حية كبيرة الاخ ديالنا الجزائري الاخ ديالنا الجزائري فريد شي مشي حيث بالجزائر ولا عرخونا ما كان حسبوش اخ ديالنا ديالجزائري واخونا في الإسلام وإنما اخ لما ولدته شن الأم ديال لأن الاخ ديالي داره مشهود كثير يعني اضربتها مارة وهذا إلى آخره وهذا التكوين هذا ولا هتذري بميهاني ولكن اليد اليوم ندياله اليد اليوم ندياله هو هاد الأخ ديالنا كما قلت الجزائري فريد شي بتحييره كبير من هنا لهو هو الأهد دياله وتحيير الإخوان ديالنا الجزائري كاملين بسفة عامة واحد وثلاثين شاب منهم الأخ ديالي المشاريع اللي داروا لكن ما قلت كان خاصة من يدوزوا من هذا المعهد هذا ما يسبب بمعهد ديال الابتكار والزراعة والتروة الحيوانية أي واحد فهذا العمل ولا في إسبانيا بغي يدير شي مشاريع فهذا الدومين هذا ضروري خاصة من هذا المعهد هذا باش تكون عنده شهادة ديال الكفاءة شهادة الكفاءة المهنية وإلا ما يتعطيهش ترخيص والأخ ديالي الحمد لله اليوم يعني تسلم هاد شهادة ديال الكفاءة المهنية من هاد المعهد هذا عن يد من يد الوزيرة من يد الوزيرة ديال التنمية ديال البدوية سبعات ديال المزارع باش ما نطول شاريكم بزافة لإخوان الفيديو وربما ان شاء الله نجيبه لكم هنا ونضيروا شي فيديو ولا شي لايف طويل ونحاول ليجاوب على الأسئلة ديال الناس وكيفاش نجربه دياله وكيفاش خدمه مع الناس وكيفاش ناجهت عنده هاد الفكرة ديال أنه ما يدردك شي الراسه إلى آخره سبعات ديال المزارع ديال الأبقار من بين هاد واحد وثلاثين ديال الناس سبعة ديرين مزارع ديال الأبقار ديال اللحون وكينين منهم ربعا اللي ديرين مزارع ديال الخنازر حيش كنا عرفوه في إسبانيا كينين المزارع ديال الخنازر كينين ثلاثا اللي ديرين مزارع ديال الأبقار ديال الحليب اللي كي يحلبوا باش يدفعوا الحليب من يديروا وضع عنون ويديروا بذلك شي بزاف ديال الأمور ما كتعرفوها. وثلاثة من هات الشباب داروا مزارع ديال الخيول. ثلاثة منهم داروا مزارع ديال الجاج. وكينا مزرعة وحدة ديال الغلم ديال اللبن اللي كتدير الحلاب يعني اللي كتحلب. وحدة مزرعة وحدة من هات الناس هذو. وكينا مزرعة وحدة ديال ديال الغنم ديال اللحوم. اللي هي ديال الاخ ديالي انا اللي تحيالي كبيرة من هنا يا وانا راني فرحان لك واحد اللي ما كتتصورش ربي اللي كيعلم بها. وكي نمزرعة واحدة ديال الاراني. شباب يعني كي طمحوا لهد هد 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 المشاريع ديال ديال تربية ديال التروة الحيوانية. اسبانيا في امس الحاجة اليها. لان الشباب ما بقوش كيمشي لهد الاتجاه هذا. وكي للمزاري اخرى اللي بقات ديال القطاع الزراع مثلا في الحبوب بزاف ديال الامور و الضراب بزاف ديالهم ما غادش نعدهم لكم. العوم انا وحطيتكم في الصورة ووريتكم اشن هي الشهادة ديال الكفاءة المهنية اللي حصل عليها الاخ ديال اليوم. هي هادي اللي غد تعطيه الحق انه يبدأ في المزرعة ديال التربية ديال المواشي ديال التسمين ديال اللحوم. انا احطيتكم بالصورة باش ما نطولش عليكم بزاف. كما قلت. فهذا العمل ديالنا بره وحد وثلاثين شاب من بينهم الاخ ديالي مغربي الوحيد ما كينتشي واحد. نتمنى الله تبارك وتعالى يوفقه يعني لان دبا الغلام مدكشرة هي عن دورة كل شي جاهز فقط كنك يتسنى هاتش هاده هدي باش يدير دبا يفتح الاوطن الموذياله ويصبح خدام يعني في في المشروع دياله الراسه. يعني كنك يتسنى هاتش هاده هدي. هاي اللي كانت خاصة والحمد لله هو اليوم تسلمها. يعني نتمنى كما قلت. اه الاخ ديالي هو بالنسبة لي انا مشيحة خويا. فانما هو نموذج. نموذج للشباب في عدة مجالة. مشيحة ضروري تكون خدام مثلا. اني فهد الضومين هذا ديال ديال التربية ديال ديال مشية. لا. في اي ضومين. وانت شاب. ضروري ما تطمح لشي حاجة. ضروري ما يكون عندك طموح. الشي حاجة تكون انك تديرها ديالك. ولكن الجهد والمتابرة والصبر والعزيمة والارادة. فاكيد غادي جنيد التمار دياله. اكيد الاخ ديالي ضرابة امارة كبيرة. اكيد كانوا عنده بزاف ديال طلوع والهبوط ومرة طالوا له المرال مرة هابط وكان هضرب بزاف ديال التليفونات ديال مرة مرة في التليفون عفونه وكان قول له مسألة غادي توصل يعني بجنيد التمار ديال هات شي. الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثب الصبر. والاخ ديالي ما شينيه غادي زعمان اه يعني نمدح فيه لانه اخويا ولكن من الناس من الناس ديال اللي كي صبروا ما كي قاعدوش الراس. خدام عند عباد الله حتى طعب. خدام عند عباد الله حتى طعب. حرتو عليه سواء اللي ما عندهم ما عندهم مش حساب. كيضرب 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة باش كوون هاد الجريبة هادي في هاد الميدان ديال التربي ديال المواشي والحمد لله دبها وسهل عليه ربي. نخليوا هاد الفيديو تلنا الاخوان كي ما قلت ما عندوش ابعاد اخرى الا هاد الخبر هذا وهاد الفرحة هادي اللي بغيت نتقسم معكم اه معلاء الدينا الكبيرة وكذلك هكا جاوبنا على الاسئلة ديال الاخوان والاخوات اللي خلوها اللي نقبلة في المنتدى وبغوا يعرفوا بالضبط اشن اللي واشن اللي يعني النجاح اللي اللي anyجح في انخ ديالي. السعب تلا أنا انا نقول له السعب تلا هادي وخاه و destير على القناة دياله ابو علي僕 اه ليش لانه فخر لينا لا ليا ولا الوالدة ولا الوالد لLo يرحمة ولا الاخوان ديالي كذلك لكن الان احنا هناك هنالكبار منو كين عنه اخ دياله هوا لي صغير صغير منو هنا ولكن هو تقريبا هو اللي صغير فينا هنا كما قلت فخر لن احنا وفخر للش والشباب يعني الشباب المغريبي الشباب العربة بصفة نعم الشباب يعني الطموح اللي بغي يوصل عنده طموح يوصل الشهادف من الاهداف فاكيد ربي ما غدي شي خيبه وغدي يعني يجنيد اضطمار دي دي المتابرة ودي الصبر يعني ودي الاجتهاد. اه تحية لكم كم من الاخوان اه والاخوات حتى نتلقوا ان شاء الله في الموضوع الماجد هلا وليفرسكم كامل هذا دومتم في امن الله.